قبل ما نروح لتفاصيل حلقتنا عاوزة تكلم عن فريق السلة اللي دورنا هنا بشكل كبير جدا مسندته ناس كتير تقف تقول طب يعني ايه والناس دي بتخسر والناس دي عندهم مشاكل لا معلش بس هو نفس الناس اللي بيخسروا وعندهم مشاكل وي وي ومهما تقول بقى ومهما تقعد وتتكلم بس احنا دورنا ان احنا نفضل وراهم وندعمهم علشان يرجعوا المصارهم الصحيح لان نفس الناس دي اللي فرحونا السنة اللي فاتت ببطولة دوري السوبر وبالبطولة الافريقية تحت رعاية الان بي اي فانا مش هزهق ابدا مش هزهق بجد فاننا طول الوقت افضل اسندهم بدوري هنا كاعلامية في قناة نادي الزمالك اللي بتنتمي لنادي الزمالك وكمان كجماهير ان احنا طول الوقت نكلم الجماهير في ده والجماهير زمالك جماهير وعية جدا ومش الجماهير اللي هي اللي بتبقى موجودة في الافرح بس لا بتكون موجودة كمان في الأحزان وبتكون موجودة فلا قدر الله أي فريق عنده كبوة بيكون جماهير الزمالك متواجدين بشكل محترم جدا ومسندين للفرق دي فحتى لو في قلة قليلة بتنتقد انتقاد هدام مناش دعو بيهم احنا لازم نساند فريقنا ومش فريق السلة بس انت لازم تساند كل فرق النادي اللي بيكسب منهم واللي عنده كبوة واللي عنده مشاكل والدنيا مش ضبطة معايا أحسن حاجة طول الوقت لازم تساند كل الفرق دي لان ده دورنا انت مش هتلاقي كل الفرق اللي في النادي كلهم بيكسبوا والدنيا طول الوقت زي ما بيقولوا كده ماشي وردي لا ما فيش الكلام ده الطبيعي ان كل فريق بييجي عليه كبوة بييجي عليه فترة بتكون صعبة شوية دورنا ان احنا نساند ولكن مش المساندة اللي هي ايه هنقض طول الوقت ان احنا وراك وفي ظهرك ومش مشكلة لا تمام احنا وراك وفي ظهرك وكل حاجة لكن اكيد هنبقى بنعمل ايه بنانتقد انتقاد بناء اللي هو ايه هو فين المشاكل طب انتو فين مشكلتكم هل مشكلتكم المستحقات المادية هل مشكلتكم ان انتو محتاجين دعم في بعض المراكز هل مشكلتكم انو مثلا اناس اسامة كان مصاب ومهابياسر احترف والتر هوتج مشي تمام انا معاكو في كل الكلام ده لكن طيب ايه الحلول بقى الحمد لله اناس اسامة رجع حتى لو مرجعش بكامل قوطه وده طبيعي مستوى هيبدأ يتدرج واحدة واحدة من خلال المباريات واحد رجع من اصابة ومش اصابة عادية اصابة طييلة فهيتدرج شوية بالمستوى عبل ما يرجع تمام مهابياسر خلاص احترف والتر هوتج خلاص مش بعض زمالك خلينا نفكر دايما انا بحبش ايه ان احنا نقض نفكر في اللي فات لا خلينا في اللي جاي طيب ايب احنا محتاجين صفقات في يناير طيب احنا محتاجين لو الناس دي عندهم بعض المشاكل المادية خلاص تمام هيكون فيه تواصل ما بين الجهاز الفني والادارة نتزمالك كله بيمر بمرحلة انتقالية فحتى لو ده حاصل ان شاء الله الفترة اللي جاية كل مشاكل الفلوس هتتحل كل المستحقات المادية باذن الله في طريقها انها تتحل وان شاء الله يكون فيه استقرار مادي لان انا دايما بشوف انه الاستقرار المادي بيخلي اللعيبة طول الوقت قادر انه مركز بقى مش مركز اصلا عندي استشق لا عندي استعرابية لا مش لما بتبقى الدنيا مضبوطة كماديات خلاص بتحس ان الناس تركزها كله داخل الملعب وده طبيعي لان انا قلت قبل كده ان اللاعب ده انسان زي وزي باقي البناء دمين انت مش ممكن يعني تكون بتشتغل طول الشهر مثلا في شركة او في مكان او اي مؤسسة ايان كانت ولما ما تقبطش الشغل وبنفس الطريقة اكيد لا عشان بس نبقى بنتكلم على ارض الواقع اكيد حماسك هيكون بيقل ولكن فلوسك جوا نادي الزمالك مش هتروح عليك خليك متأكد من ده فلوسك جاية جاية بس الدوري لو راح مش هيرجع الكاس لو راح مش هيرجع البطولة الافريقية لو راحت مش هترجع لو رحنا عملنا مستوى مش احسن حاجة في كاس العالم الاندية ده مش هيرجع لكن ان انتوا تطلبوا حققوكو نادي الزمالك بس بيمر مرحلة انتقالية ولكن هيفضل نادي الزمالك طبيعي اي مشاكل صدقوني هتتحل خلال ايام خلال اسابيع المشاكل المادية ان شاء الله هتتحل وهتكون الدنيا كلها زي الفل ومستقرة باذن الله ولكن اللي عايز اقوله احنا بندعمكم احنا في ظهركم بدأتوا ان انتوا خلال التلات مطشاط اللي فاتت ابتداءا من مطش الاهلي الدنيا بدأ المستوى يتحسن شوية صحيح خسرنا من سموحة كسبنا بعد كده المباراة اللي وراها امام نادي سبورتيج ولكن عايزينكو تكملوا في صحوة المكسب عايزينكو تكملوا في الانتفاضة دي عايزينكو تفوقوا زي ما بنقول كده فوقها مرة واحدة مش عايز اكسب مطش واخسر مطش وامشي على سطر وانز واسيب سطر مش عايزين نعمل كده بجد اول ما تبقوا خلاص فوقتوا كملوا على ده كل مباراة نزلوا واتعاملوا معاها وكأنها مباراة كؤوس ما فيهاش فرصة تانية ما تحتملش الاسم على اتنين انتو رجالة فرحتونا الموسم اللي فات وعشان فرحتونا الموسم اللي فات احنا في ظهركم وبندعمكم وحتى لما بنقول بعض الانتقادات بس ده مش معنا ان احنا مش بنساندكم هي انتقادات بنائة مش هدامة ولا عمرنا هنا في قناة نادي الزمالك ولا في برنامج ملوك الصلاة هنبقى بنهد ابدا احنا دورنا هنا ان احنا نبقى بس بننتقاد انتقاد بنائة نروح فيه مع بعض للطريق الصحيح بإذن الله وكل التوفيق في الفترة اللي جاية ان شاء الله وتقدروا ان انتو تحققوا الفوز خلال كل المتشاط اللي جاية بإذن الله اخر فوز على مباراة في مباراة مصر للتأمين اتمنى ان هي تكون البداية بإذن الله ويكون موسم تاريخي زي الموسم اللي فات اللي كان برضو فيه مشاكل مادية او بعض المستحقات المادية اللي كانت لحضراتكم وكان برضو في بداية الموسم ما كنتوش النتائج احسن حاجة ولكن بعد كده اتفرج على بقية الموسم كان عامل ازاي لسه قدامكم فرصة لسه قدامكم فرصة كبيرة احنا في ظهركم وان شاء الله الفرصة دي هتيجي انكم تصلحوا جماهركم من خلال دوري السوبر اللي لسه فيه امل كبير سيباكم الناس اللي تقولك وانتو لسه بتدوروا على الدوري او بندور عليه عشان احنا عندنا لسه امل كبير في الدوري بإذن الله او بندور عليه وهنفضل متبسكين بالامل ده ومتمسكين بالامل الاكبر في البطولة الافريقية ومتمسكين في الامل الاكبر والاكبر انكم تعملوا اداء محترم